مرحباً أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين وهذه الفقرة التي نخصصها للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف والذي تقيمه منتدى الجالية الجزائرية هنا بمدينة إسطنبول احتفاءاً بذكرى المولد النبوي الشريف سنتعرف إياكم على فعليات هذا الحفل الذي تقيمه الجالية ومنتدى الجالية الجزائرية وسنكون معكم في باقة من الفقرات نسعد بكم اشتركوا في القناة في بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني إخواننا في بلاد الإسلام كلها ومن كل أرض قال فيها المؤدن أشهد وعلى فيها ذكر النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أهلاً وسهلاً أقول أهلاً وسهلاً والسلام عليكم جاءت هذه المناسبة مناسبة الاحتفال بمولد سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ارتأينا في منتدى الجالية الجزائرية النبادرة لهذا الاحتفال ونجمع الجزائرين بصفة خاصة وباقي الجالية العربية لتعرف وليحياء هذه المناسبة خاصة ونحن في غربة ونحن خارج ديار الوطن لنذكر أنفسنا بقيمة هذا اليوم العظيم وقيمة نبينا صلى الله عليه وسلم فتعالي كل قلوبنا لك خزرة وعيوننا أرس تغازل كوثر خير وراء من أطعم الدنيا ولم يطعم وشد على النجارة من زراء قلبي هو الجذع الذي غادرته وذبحته لما صعدت من براء بداية كما قال الشاعر المسلمون ثلاثة أعيادهم الفطر والأضحى وعيد المولدي فإذا انقضت أعيادهم فسرورهم لا ينقضي أبدا بحب محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحفل هو نقطة بداية لتحول من الظلام إلى النور يوم ميلاد النبس على صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاد المصطفى الأرض فرحة والسماء يعني حقيقة كان تحول البشرية من الجهل إلى النور من الظلام إلى النور إلى العلم إلى التطور إلى التقدم فحق يعني حق للأم الإسلامية أن تفرح بهذا اليوم وتتخذه عيد جوهر الأساسي أنه يوم المولد نباوي الشريف لمت العائلة الكبرى ولمت الشم هو اللي ميز هذه المناسبة وجمعة الكبار والصغار وجمعة الجزائرين كلهم خاصة في إسطنبول كذلك بقية الجالية من الجالية العربية فكان لهم نصيب الحضور الحمد لله يا نسب الحب في كسرة سفني وشراع القرب ينشر لي أمني من طين وسوى من ذنب والهوى أرحل لك مني فالبعد كوا والحمد لله اليوم نحن كجرية مغربية لبنى الدعوة للحضور والحمد لله هذه المناسبة كتبتنا عندها ذكريات جميلة جدا وكتربطنا بالوطن وكتربطنا بالأحاسيس الدينية الإسلامية والحمد لله اليوم نحن نشف ناش فقط جزائرين أو مغاربة نشف ناكدلك فلسطينيين وإخوة من سوريا ومن دول العربية الشقيقة قدع البدر علينا من منيات وداها قلع القدر علينا من ثنيات وداها قلع القدر علينا من ثنيات وداها عندما نزل الوحي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كم كان يبلغ من العم يمثل لي كشخص مسؤول عن نشاط الطفل في هذه الفعالية هي مشاركة للجالية الجزائية الكريمة في هذا الاحتفال المبارك لأنهم جالية يعملون بشكل رائع جدا ولديهم مناسبة تخصنا جميعا هي المولد النبوي وأنا بحكم مختص نفسي مع الأطفال أرغب في أن أكون في كل مكان يوجد فيه طفل أقدم له الفائدة طبعا أنا كلاجئ سوري حضرت هنا من الجالية السورية وتهشرفت بلقاء إخوتي من مختلف الجاليات العربية طبعا يمثل ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم هي يمثل ميلاده نور لكل البشرية ورحمة لكل البشرية عامة وليس فقط للمسلمين فمن بافي ألف أولى أن يحتفل ويحتفي المسلمين على اختلاف أصنافهم وأجناسهم وعرقياتهم وطوائفهم بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم أرد النبي وجاء في الأحكام وتنكست في ظهور الأصلان فالله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 우리는 استطعناobe sini ورحمة فض grant ورحمة فضلم ورحمة فضاء وفضل ورحمة steal ورحمة أخراط ورحمة كبيرة وفضلي دهننا ندفع سيدنا ندفعنا يالله الله بصласти على حبيبنا النبي وأن وصلت هنا وبدأت هنا وبدأت هنا موسيقى إذن يا مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفقرة من برنامج لكل العرب ضمن الحفل الذي حضرناه بمدينة إسطنبول الذي أخمه منتدى الجالية الجزائرية هنا بتركيا ضم العديد من الفعاليات والفقرات بدءا من الفرق الإنشادية التي حضرت والشعراء الذين تغنوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى المولد النبوي الشريف إلى أن نلتقي في أمان الله اشفع لنا يا حبيبا لله اشفع لنا يا حبيبا لله شكرا لكم اشتركوا في القناة